أنا ليه فاتح بالموضوع ده الموضوع تيل الموضوع حيكون ليه تداعيات في الفترة القادمة إيران تعلن عن اغتيال أربعة من علماء النوويين في طهران وتتاهم إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء العملية طبعا واحد من الثلاثة اللي كان مرسول ده مبعوط أنه هو يغتالهم كان جنرالا أمريكيا يعمل في منطقة الشرق الأوسط زي ما حالتكوا شايفين بدأت الآن الصور الموضوع هزز العالم لأنه العملية أنتوا شايفين شكل العربيات شكل العمليات بتتعمل إزاي كتير يعني كتير والتفاصيل مرعبة هل حنوصل لمرحلة أنه في ظرف يوم أو اتنين نجد انتقاما إيرانيا قويا هل ده وارد لأنه أنا دايما بحب إن أنا أعمل لحضراتكوا زي هيتز أب كده اللي هو تبقى بس شايف الخبر بس ممكن تتابعوا بعد كده لأنه الخبر ده من ساعات عايز حضراتك تتابع بقى إيه التطور اللي هيحصل الإيرانيين طبعا عندهم تنظيمات مولية في كل مكان في العالم هل ممكن حزب الله يتحرك من على الحدود في لبنان هل ممكن يكون في عمليات جوة تل أبيب الساعات القادمة هل ممكن يكون في استهداف لمصالح أمريكية في العراق هل قالتوا يمكن فاكرين آخر سواريخ اتضربت على عدد من المطارات العراقية اتقال وقتها لما حطوا الصورة الغلط لهاني رمزي وقالوا أن ده أعقيد في الجيش الإسرائيلي أو 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 أنه تم استهدافه في هذا الأمر وطبعا كان هاني رمزي يعني فنان الجميل يا فإيه اللي هيحصل ردا على هذه العملية المحرجة أمش عايزة استخدم التعبيرات تانية عربا ده طبعا إسرائيلية إسرائيل بتعمل اللي هي عايزاة الكلام الإيراني دائما إنه هم اللي بيهددوا إسرائيل وهم اللي بيوافوا ضد إسرائيل ما بنشوفش حاجة من دي خالص المواقع الإيرانية كل أسبوع بتتضرب في سوريا عادي جدا بدون برضو رد في أي أمر من هذه الأمور إسرائيل بتقول أنا لا هممني لا اتفاق نووي ولا بتاع أنا اللي قرب لي هجيبه في آخر مكان في العالم اشتركوا في القناة